السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير اهلا وزهلا بكم معايا منورني يعني بشكركم جدا جدا على المشاهدات وعلى اللايكات يعني بشكركم ممكن لقلبي الصراحة النهاردة بإذن الله هنشوف مع بعض جولة كده في محل اسمه مثلا من محلات الملابس برضو المعروفة هنا عنده تخفضات كبيرة جدا جدا في الشتاء وإحنا طبعا مع التخفضات ما نتقصاش زي ما انت شايفين الشوزات او البوتات عليها تخفضات حلوة جدا جدا البوت بـ 18 و بـ 12 وبعشر يعني نزلة بأسعار غريبة الصراحة الستايلات زي ما انت شايفينها قدامها ماشاء الله موديلات كتير قوي يعني ممكن من أكتر المحلات اللي لقيتها في الفترة دي منزلة تخفضات يعني قليلة او المحلات كلها مش منزلة كتير كده شايفين الترينرز عليها السيل كبير ازاي عليها الترينر تقريبا بتسعى الواحد ودون اللي هو الهاف بوت كده برضو عليه تخفض حلوة قوي بصوا البوت ده كمان ده كان نزل لو ريكو قوي بـ 21 يعني لما بوت زي دون يبقى بـ 21 تخفض عليه كبير جدا جدا فهو بصراحة أحسن حاجة دلوقتي اللي بيشتري في الوقت ده فيه ناس بتحب تشتري في الوقت ده عشان تخليلي الشتة الجاية لان طبعا أسعار الحاجات دي لما بتبقى سعر كامل بتبقى بالصراحة غالية قوي يعني بتبقى كتير لما تشتري الأسرة كاملة كسوة بيبقى كتير فالشرة في الوقت ده حلوة وبصوا البوت الاسود ده الناس اللي بتحب الستايلات دي هتنبسط جدا جدا حلوين حلوين جدا بصراحة ومنازلين كمان زي صنادل وسليبرز بتاعت الصيف أنا استغربت ده كمان بصوا اللي هو الفرو ده اللي كان نازل موضة ودريند قوي نازله بخمسة ففي حاجات عنده نازلة لحد 70% بجد للناس اللي هنا معايا في انجلترا لو عاوزين فعلا نشتروا حاجات سواء هاركوا كمان دلوقتي حاجة الأطفال هاركوا الاكسسوارات يعني حاجات كثيرة اللي عاوز فعلا نشتري دلوقتي هتبقى فرصة حلوة قوي والناس بقى اللي بتتفرج عليها تاخد فكرة اللي هي مش موجودة هنا تاخد فكرة الموديلات شكلها عامل ازاي يمكن مثلا يكون في مصر حاجات زي كده فايبو عارفين هل الموديلات بره عاملة ازاي والأسعار كمان بس الأسعار طبعا دي ما هيش مقارنة لان دي عليها تخفيض كبير جدا يعني التخفيض عليها بصراحة حلوة قوي قوي انا بصراحة بالصدفة انا ما كنتش عارف ان هو عامل تخفيض كده انا كنت في مشوار بالصدفة ولاقيته حاطة السل الكبير قوي ده هنا بقى ده الملابس اللي هي الحاريمي كتيرا جدا 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 منزل عليها كمية تخفيضات مش عادية البناطيل منزل اكتر من سبعين في المية بصوا البناطيل منزل او بانترون كان بستاشر بقى بخمسة بصوا البناطيل اهو السودة ومش استيلات يعني لا فيه موديلات كتير مطلوبة موجودة في السيل كويسة قوي من ضمن الحاجات المشهورة بتاعته عنده مثلا ده البراند اللي هي اسمها والمركة بتاعته اللي اسمها بابايا بابايا او مامايا حاجة براند اسمها بابايا فدي من حاجات المشهورة او بينزل منها الليجينجز البيتي وحاجات كتير بصوا كل السيكشن ده سيل وفيه حاجات على فكرة مثلا من ضمن الحاجات اللي بتنزل حاجات مناسبة لنا اوي احنا كمحجبات بتبقى عنده حاجات حلوة يعني حشمة طويلة شوية وبقوم فشايفين السيكشن كله اللي انا بقال في ده ده كله كده بقوم وطويل فيناسب ناس كتير اوي هي البناطيل اللي هي زي الجوجرز كده اللي هي بتاعت الترينج او يتقاد بها في البيت او حتى لو هتخرجي بيها برضه بتبقى شكلها حي بصوا كل ده كل السيكشن ده على سيل طبعا ما كانش هينفع صور كل قطعة الا بعد كده كانش هيكفي حتى عشرين ساعة على الفيديو منزل بعض التخفضات على الكوتس على الجواكت بس مش قد كده منزل على الجواكت اللي هي مش قوي موديلات مش قوي شفت عنده الكوتس الحلوة لا مش منزل عليها سيل هو منزل على الحاجات اللي ايه يعني شوية لستايل بتاعها مش قد كده وفيه انا برضه شايفين السيكشن ده كله فساتين الفستان بنزل بقى بعشرة وبتسعة موديلات كتيرة اوي الصراحة او ده الكاميرا كده هتوقع عارش ده وانا هو كان باثنين وعشرين هنشوف مع بعض الوقت السعر نزل بكين بصو طويل كده وممكن نستحب اقول الستايل ده خاصة في الصيف يعني او نزل بخمصداشر ده مش منزل علي خمسين في المية مش منزل علي عشان هم عارفين ان الموديل زي ده او ستايل زي ده هينفع للصيف او هينفع مثلا لفترة اللي جاية شوية بعد الشدة فبالتالي مش منزل علي السعر جامد اوريكم معايا دلوقتي برضو جزء تاني اللي هي ايه منزل على بعض الشنط وبعض المحافظ كده حاجات مش كتير بس منزل جزء جبير الجزء الاكبر اللي الناس فعلا تجد تروح مثلا دلوقتي هتلاقي عنده سيل هو جزء الحريمي وجزء الاطفالي حلوة اوي اوي صراحة بصو ده نزل بسبعة الكورنان ده كده اللي هو على الشمال ده البجامات بتاعت البيت وكده يعني فاهمين ومعظمها هتلاقوها الحاجات بتاعت الكريسمس اللي هي الموديلات بتاعت الكريسمس يبقى عليها مثلا بابا نوالي بقى عليها سنو مان كده ونزل بقى حاجات على البتفريدة هو وبنزلين بأسعار فضيعة ما عرفش باثنين ونص وبخمسة ما عرفش هوا شايفين باثنين وفي الشمطة دي كده هي عاملة زي الجلد كده اللي هي البيج اللي فوق دي وانا بقى دي البجامات ودي زي تيشرتات كده برضو نصكم ممكن تنفع في البيت حلوة على ليجينجز ولا حاجة فهي الحاجات دي اللي يروح بقى وينقي بقى برحته يعني يخطر الحاجة اللي تناسبه وهيلاقي حاجات فيها حلوة قوي هنا بقى دي اللي اكسسورات اكسسورات طبعا دي انا ما عرفش اكيد بدي بيض بس يعني منزل عليهم تخفيد كبير بس شكلها مثلا منزل عليها نص السعر جب بستة ونص تبقى بثلاثة وربع بالنسبة اللي دي نضمولي جديد في القناة بس احب بعرفكم ان الجنيل الاسترليني يعني بيعمل في حدود عشرين مصري الجنيل الاسترليني بيعمل في حدود عشرين مصري يعني ما بكون حاجة مثلا بخمسة هنا استرليني هتبقى بمية مصري الاكسسورات بقى يعني اشكلها والواناتها كتير قوي ودي تيوك اللي هي زي اللولي كده اللي اسمها هيد باند وهنا بقى دي الحلقان اللي بتبقى سيت كاملة كده مع بعض اللي بيحبوا الاكسسورات بقى او التغيير وكده هيعجبهم او الحاجات دي هو متلا مش احسن حاجة في الاكسسورات الاكسسورات بتاعته مش قد كده الاكسسورات الصراحة من اجمل الحاجات اللي عندها اللي عنده اكسسورات هو اكسسورايز عارفين اللي هو تبع منسون اسفة لو صوتي شوية ما عارفش بقى دخلة على برد او ايه بس صوتي حاسة انه هو مغلق كده وحلق اينا هي شايفين نزل بعض من نص السعر هنا بقى او ده السكشن بتاع الاطفال السكشن بتاع الاطفال بجد يعني ماسف منازل كمية تخفيضة عليه مش عادية يعني قليل الاول ما يحصل حاجة زي جد بصوا الرواب والبجامات بصوا البجامة بخمسة بصوا فلافي يعني اكتدفي قوي وحلوة زي جميلة الصراحة والرواب هي برضو بصوا الرواب من 14 ل7 ومنزل حبة بوتات وحبة شوزات برضو في السيل اهو هورها لكم معايا جميلة جميلة جدا جدا الشوزات بتاعته قويسة ومنزل كمان حبة شوزات بتاعت المدرسة بصوا الشوز اللي هو اللي بفيهم كده البوت هافبوت للبنات بصوا منزلو بتمانية يعني نهاري على شكله مش اسود هو شكله عامل زي شعارفة ان بيتي كده درجة بتاعته حلوة قوي قوي ده اسود هو ده ممكن ينفع لمدرسة نازل ب11 هو كان ب16 وهتلاقوا بقى معايا كده وانا بفرق كده لاشي برضو شوزات تنفع قوي للمدرسة منزل عليها برضو تخفض حلوة جدا بس طبعا كل واحدة على حسب الفرع اللي هو هيروح فيه على حسب بقى وجود المقاسات في مقاسات شوفوا دي جميلة ازاي مشكلة السهل ان لما الواحد بيروح ساعات ممكن يشتري حاجات هو مش محتاجها دلوقتي يعني ممكن يكون محتاجها قدام شوية لحد من ولاده عارف ان هو هتنفعه السنة الجاية مش عارف ايه ف يعني كل واحد وليه استراتيجية في شراء يعني حاجة الولاد او الملابس بصوا هالبوتات دي اللي بقولكو عليها الباني دي بص الشوز يا جماعة بربعة ونص البوت نازل بربعة ونص تقريبا عليه 80% او حاجة بجد فظيح حلو جدا جدا حلوة اوي اوي بصوا بربعة ونص انا وقفت وده ازاي يعني بربعة ونص حلوين اوي اوي للي عاوزي بلاولاد حاجة زيك دلوقتي ولو تجاب دلوقتي مش هيخصر يعني يا الدنيا عموما هنا مش بتحرر اوي يعني علشان خطر نقول لا الشتة خلصت لا بالعكس دي بقى زي من شايفين البجامات اللي هي بتبقى ايه الموديلات بتاع تلكريسمس هتلقوا معظمها بقى ايه السنوفليك والبابا نويل والحاجات دي فاهمين بصوا الكوت ده كمان نازل بتمانية من ستة وشر يعني نازل نص السعر وده كمان ووتر بروف بصوا من جوه حلو جدا جدا ما شاء الله دي بص ترنجة على بعضه بستة الكوتس تانية هي برضو وعنده كوتس اللي هي الصيفي اللي تنفع للصيف علشان المطرة اللي بتبقى في الصيف ودي للبنوتات العسلات اللي بيحبوا الفرينسيسز والحاجات دي بص الجيبة ما شاء الله يعني انا عجبني السيل بتاعه حلو حلو قوي قوي يعني كل بقى شايفين اللي فوق ده كله كارديجانز وتشيرتات بكوم وكده انفعوا قوي قوي واللي تحت دول كلهم اللي جنجز البناطين اللي ستريتش ببنات بتحبها قوي بتلبسها على اي تشيرتات صيف شتة كل الاوقات بصو وفي منها كمان بتاعت الخروج يعني المخطات الكروهات دي بتاعت خروج صوف شوية يعارفين واللي جنجز نازل مثلا باثنين ونص بتلاتة باثنين وبصو بقى الجاكت ده كمان يا جماعة الطيجر حاجة اللي بيبيهات بقى اللي ان شاء الله عندها بيبي او حاجة وهتنزل تجيبها تبقى فرصة دي عظيمة بصوا الدرس ده باثنين ونص ومن جوه فليس أصلا اللي هو من جوه عامل زي مش عارف هو من جوه اللي عام زي بقى ناعم قوي ده اللي بيدفي هو اسمو فليس انا معرفش بقى اسمو حلوين 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 وكمان في حاجة الولاد انا ما جات ليش فرصة بقى ان انا نصور كل ده يا صراحة كنت مستعجلة بس عجبتني قلت اديكم فكرة اهي يمكن فكرة سريعة عن حاجة الولاد كده ما عندهم في كل يعني كل موجودة فيها سيل اهو بصو بقى حاجة اللي بيبيهات النزلة بتلاتة نزلة بتنين ونص بصو الترينج ده مش عارف هاجبلكم سعره ولا لا بجد لما شفتو بصو بربعة يعني الحاجات دي اه ولا ده ده قمشته يا جماعة عاملة بصو بدا بربعة ونص مش عارف اقولكو قمشته عاملة ازاي حلوة قوي 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 بصراحة قوي شفو بصو السلوبيتة الولادة دي جميلة جميلة كل دول عليهم خمسين في المية حلوين قوي ما شاء الله اللهم بارك يعني حاجات جميلة اللي يحظوا يشتريه من الحاجات دي ويعرف يلقوا حاجة بمحظوم خاصة الولاد بيستعملوا الملابس كتير والملبس بتتبهدل فبصوا بقى يا خلوسي عالسكر يا ناس اللي احمر ده بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا واخدتوا فكرة وعرفتوا الاسعار عاملة ازاي والمودلة عاملة ازاي بإذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم والجولة عجبتكم منشجعوني بكمنت حلو منكم ولايك واللي مش مشتريك في القناة يشرفني ويشتريك في القناة وان شاء الله تشوفكم في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته